الزيت هذا مشى تقريبا الى الان تقريبا ثلاثة الاف كيلو. تقريبا ثلاثة الاف كيلو الان هذا مشى. ايش كلامي اليوم? اليوم كلامي عن الزيت. عن الزيت. الزيت طبيعا اه طبيعة انت اول ما تحط الزيت يكون لونه الاصفر الشفاف. يكون لونه اصفر شفاف. في بعض السيارات تحط الزيت مثلا بعد اسبوع يلجع يلقى الزيت اسود. اسود كحل. ايش مشاكلة هاد? ايش المشاكلة في الزيت اللي لما تحطه? بخلال اسبوع ترجع له تلقى اسود مثل الكحل. بخلال اسبوع. النظام في السيارات والمعروف في السيارات اساسا زي السيارات الجديدة مثلا. تحط زيت جديد. تمشي على السيارة تقريبا الفين كيلو. بعد الفين كيلو. اه فوق العيار. تلاقي الزيت يقلب الى لون بني فاتح. الى بني فاتح. بعد كده يقلب الى بني غامق. بعد كده يقلب الى بني غامق. هذي في السيارات الجديدة الحديثة. ليه? لان سيارة جديدة تتطلعها. بيكون نظامة زي كذا خلال سنتين ثلاث سنين اربع سنين. بتكون زي كذا. ليش? بعدين اعلمكم. طيب زي السيارات اللي زي هذه المستخدمة القديمة. السيارات هذه المستخدمة القديمة مثلا تحط زيت جديد. بعد الف كيلو. بعد الف كيلو تلاقي قلب الى بني فاتح. ثم الى بني غامق. ثم الى سواد خفيف. اسود خفيف. بداية سواد. ولا تقلب الى الاسود على طول لا. للسواد الخفيف. طيب. نرجع للموضوعنا. يوم تحط مثلا زيت جديد. وبعد اسبوع تلاقيه اسود كحل. ايش المشكلة? المشكلة تقريبا ممكن ثنتين او ثلاث مشاكل. الشي اللي نعرفه يعني من مشكلتين او ثلاث مشاكل. اول شي اذا كانت دارة التبريد ضعيفة. دارة التبريد ضعيفة. الحروب دارة التبريد. الى داتر. ترمبة الموية. الكوع. الليات والشغلات هذه كلها. فشلون تأثر دائرة التبريد على الزيت? مثلا اذا الى داتر عندك مثلا في سدد. يبغاله تصيخ انت ما صيخته. او مثلا ترمبة الموية. ما تقلب الموية صح. في تسبب حرارة. والحرارة هذه ما تظهر عندك بالعداد. عداد الامبير حق الحرارة. يعني حرارة نوعا ما بسيطة. لكن تأثر على زيت المكينة. الحرارة تأثر على زيت المكينة. في يقلب اللون سريع للأسود. هذا السبب الاول. السبب الثاني. تراكم الزيت والشحوم على التكايات اللي في غطالب لوف. لما تفك غطى البلوف تلاقي المنطقة هذي متشحمة زي الشحم زيوت قديمة ورواسب قديمة فانتو مجرد تحق الزيت وخلال سبوع تعرف الزيت يقلب في المكينة يجي على المنطقة هذي وينزل وتلاقيه اسود تستغلوا والسبب تراكم الشحوم والزيوت القديم الغطح البلوف على التكايات وايضا وجود الكربون على البلوفات وجود الكربون على البلوفات طيب كيف انا اتصرف مع الشغلة هذي الشغلة هذي شلون تصرف بها انا عندي طريقة سوية في سياراتي اللي بيقتنع بيقتنع بل ما بيقتنع بها هذا شيء راجع له لكن هذا شيء خاص لي انا سويه في سياراتي الخاصة انا كل بقى التغييرتين او ثلاث تغييرات زيت التغيير الثانية او الثالثة اجيب السيارة عند البيت افك الصرة حقية الزيت انزل اثنين لتر بس زيت انزل اثنين لتر زيت واخلي الزيت الباقي في المكينة واضيب في المكينة اثنين لتر ديزل اثنين لتر ديزل وشغل السيارة تقريبا خمس دقائق ست دقائق بعد كذا اطفي السيارة افك الصرة حقية الزيت انزل الزيت كله والديزل وفك السيفون اغير سيفون جديد وغير زيت جديد وشغل السيارة وامشي واحساس كذا السيارة عندي هذي مثلا الزيت عانو الان مشى ثلاثة الاف كيلو توها الان بدأ سواد خفيف شفتو انتم في العيام لاني انا اساسا كل ما غير انظف المكينة بالديزل وانزل واضيف الزيت والسيفون لديزل هذا كل شيء واستودعكم الله اشتركوا في القناة